السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ جيد اليوم خصمت التربية الإسلامية للمساوة لتأعدادي مكوّل قسط حق النفس التخطيط والتنظيم في الحياة على بركة الله تأطير الدرس النصوص المؤطرة للدرس النصوص الأول قال الله تبارك وتعالى قال تزرعون سبع سنين دائباً فما حصتهم فدره في سنبله إلا قليلاً مما تكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلاً مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاة الناس وفيه يعصرون سورة يوسف الآيات 47-49 النصوص الثاني قال سلمان لأبي الدرداء رضي الله عنهما إن لنفسك عليك حقاً ولربك عليك حقاً ولضيفك عليك حقاً وإن لأهلك عليك حقاً فاعتي لكل ذي حق حقاً فأتى نبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان صحيح البخاري قراءة النصوص ودراستها المحوى الأول لتوصيق النصوص والتعريف بها التعريف بصورة يوسف صورة يوسف وهي صورة مكية ما عدى الآيات واحد واثنان وثلاثة وسبعة فمدنية وعدد آيتها مئة وإحدى عشر آية ترتيبها تمانية عشر في المصحف الشريف وقد نزلت بعد صورة هود سميت بهذا الاسم لذكر قصة نبي الله يوسف عليه السلام فيها وهي تعالج قضية العقيدة كباقي الصور المكية التعريف بأبي الدرتاء أبو الدرتاء هو مكبر بن قيس بن زيدين بن أمية بن مالكين الخزرجي الأنصاري والدرتاء ابنته كني بها فقامت الكنية مقام اسمه حتى لا يكاد يعرف إلا بها صحابي جليل كان آخر الأنصار إسلاما يلقب بحكيم الأمة أسلام يوم بدر كان تاجرا في المدينة المنورة وهو أحد الذين جمعوا القرآن على أهد النبي صلى الله عليه وسلم وله معاوي بن أبي سفيان قضاء دمشق بأمر من عمر بن القتاب توفي أبو الدرتاء الأنصاري عام 32 هجرية نشاط الفهم وشرح المفردات شرح المفردات والعبارات دآبا كعادتكم سبع شداد سبع سنين من القحط والجفاف تحسنون تخبئون فذلوه فاتركوه يغات الناس ينزل عليهم الغيث تانيا مضامن النصوص الأساسية تبيان الخطة المحكمة التي أنقذ بها سيدنا يوسف عليه السلام مصر من سنوات القحط والجفاف ثانيا تبيان أهمية التخطيط من خلال الموازنة بين الحقوق الدنيوية والأخروية وعدم تفرد في أي منهما المحور الثاني تحليل محاور الترس ومحاورتها مفهوم التخطيط وأهميته في حياة المسلم مفهوم التخطيط التخطيط هو أسلوب عمل يحتمد على منهج فكري عقدي يأخذ بالأسباب يؤمن بالقدر ويتوكل على الله ويسعى لتحقيق هدف شرعي هو عبادة الله تعالى وتعمير الكون وذلك بالاستخدام الأمثل للموارد والإمكانيات والظروف ثانيا أهم عناصر التخطيط تحليل وضع الحالي تحديد الأهداف والأولويات إتتمار جميع الموارد المتاحة والوسائل المشروعة تعليق النتائج بمشيئة الله والتوفيق الإلهي ثالثا أهمية التخطيط في الحياة لتخطيط أهمية بلغة فهو أولا يوده معالم الطريق ثانيا يحدد الأهداف وطرق تحقيقها ثالثا يناسق المجهودات ويوفر كثيرا من الجهد رابعا يمكن من التعرف على مواطن الضعف والقوة خامسا يساعد على اتخاذ قرارات أفضل سادسا ضمان وجود الرقابة والمتابعة المستمرة ثامدا يمكن الشعور بالراحة النفسية عند إنجاز الواجبات تاسعا يمكن من استغلال الوقت وتوفيره المحور الثالث نماذج من التخطيط والتنظيم من خلال القرآن والسنة النبوية الشريفة نماذج التخطيط والتنظيم من خلال القرآن الكريم هناك التخطيط العسكري والتخطيط الاقتصادي التخطيط العسكري قال تعالى وأعدوا لهم ما ستعتم من قوة ومن رباط الخيل التخطيط الاقتصادي المتمثل في أجل صوره حينما ألهم به الله نبيه يوسف عليه السلام فأنقض مصرا من أزمة طاحنة فأخرجها من المجاعة التي كانت ستطالها حيث أمر أهلها بالدخار إنتاج سنوات الرخاء السبع للمواجهة سنوات شدة السبعة ثانيا نماذج التخطيط والتنظيم من خلال السنة النبوية عبر ودروض في التخطيط من الهجرة النبوية أولا نوم علي رضي الله عنه في فرش الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر صديق يعد راحلتين وتعهدهما أربعة أشهرين المقود في غاري جبل ثور ثلاث ليالين تكليف عبد الله بن أبي بكر أن يأتي بأنباء السحركات قريش تكليف راعي أبي بكر عامر بن فهيرة بالمرور كل مساء بأغنامه لتزويدهما باللبن وتمسي الغنم بحوافرها خطوات الأقدام أسماء بنت أبي بكر تزويدهما بالماء والطعام اختيار دليل ماهر وأمين سلك بهما إلى يترب طريقا وعرا غير الذي تعرف قريش السنتاج إن نجاح الفرد في دنياه وأخرته رهين بحسن تغطيته وحسن تنظيم أوقاته بحيث يواتي بين جمع الجوانب فلا يغلب جانبا على آخر إلى هنا أعزائي التلاميذ وصلنا إلى نهاية الفيديو فلا تنسوا الاشتراك في القناة وكذلك الدغط على زر لايك وزر جرس ليصلكم مني كل جديد دمتم في رعاية الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر